انتقلوا الآن إلى الجزء C تم إضافة الحجر ثلاثة بكتلة M3 إلى النظام كما يظهر أمامكم ولا يوجد قوة احتكاك بينه وبين الطاولة حددوا إذا كان مقدار تسارع الحجر الثنين الآن أكبر من أم أقل من أم مساوياً لتسارعه في النظام السابق مع تفسير الإجابة فكروا في الأمر بديهياً القوة المحصلة على النظام هي نفسها الموجودة في النظام السابق لكن الفرق في وزن الحجرين يحرك الآن كتلة أكبر وكما تعلمون القوة تساوي الكتلة ضرب التسارع أو التسارع يساوي القوة على الكتلة والقوة المحصلة هي الفرق بين الوزنين لكن الكتلة الآن أكبر وتساوي M1 زائد M2 زائد M3 وبالتالي يقل التسارع إذن التسارع أقل لأن فرق الوزن لم يتغير والكتلة المتحركة زادت يمكنكم حل هذا السؤال عن طريق تمثيل الحجارة بيانياً على النحو الآتي القوة المؤثرة على الكتلة واحد هي قوة الجاذبية أي M1G وقوة الشد المتجهة للأعلى ارمز لها بT1 وهي أكبر من قوة الجاذبية وقوة الشد هنا تساوي T1 لما أن وزن الحجر اثنين أكبر من وزن الحجر واحد سيتسارع النظام على الطرف الأيمن إلى الأسفل وإلى الأعلى على الطرف الأيسر أما في الأعلى سيتسارع إلى اليمين لما أن التسارع في الأعلى يتجه إلى اليمين تكون قوة الشد في الحبل الثاني أكبر من قيمتها في الحبل الأول ارمز لها بT2 وتكون قوة الشد هنا تساوي T2 أيضاً لأن مقدار الشد الذي يمر بالحبل متساوى وأخيراً وزن الحجر اثنين أي M2G وهو أكبر من قوة الشد هذه هذه هي القوة المرتبطة بمقدار التسارع تذكروا أن هناك قوة أخرى تؤثر على M3 في الاتجاه الرأسي وهي الوزن M3G والقوة العمودية التي تبذلها الطاونة على الحجر ثلاثة في الاتجاه المعاكس بنفس المقدار على هذا الشكل لكن المهم في هذه الحالة هو القوة التي تؤثر بنفس اتجاه التسارع حسناً استعملوا قانون نيوتن الثاني كما فعلتم سابقاً محصلة القوة في اتجاه ما تساوي الكتلة ضرب مقدار التسارع في ذلك الاتجاه طبقوا هذه المعادلة على الحجر واحد أولاً القوة المحصلة على الحجر واحد هي T1-M1G يساوي M1 ضرب التسارع انتقلوا الآن إلى الحجر ثلاثة تحصلون على T2-T1 يساوي M3 ضرب A وأخيراً للحجر اثنين محصلة القوة M2G-T2 يساوي M2A كما فعلتم سابقاً اجمعوا أطراف المعادلات اليمنى واليسرى مع بعضها البعض لإيجاد التسارع حسناً احذفوا الت1 هذا مع هذا والت2 هذا مع هذا يتبقى لديكم M2G-M1G يساوي M1A زائد M3A زائد M2A أخرجوا الأي كعامل مشترك يصبح لديكم A ضرب M1 زائد M2 زائد M3 اقسموا طرفي المعادلة على M1 زائد M2 زائد M3 وهكذا حصلتم على مقدار التسارع في النظام والكتلة M3 هي التي زادت على التسارع بينما لا تزال القوة المحصلة المؤثرة على النظام نفسها انتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر